اهلا من جديد طالب الرئيس التركي رجل طيب اردوغان حلف شمال الاطلسي بدعم بلاده لانشاء منطقة امنة في سوريا بدلا من انضمام السويد وفلندا الى الحلف يأتي طلب الرئيس التركي بالتزامن مع خطط تركية لاعادة مليون لاجئ الى بلادهم طوعا نتابع المزيد في تقرير نور الدين رمضان ثم نعود للنقاش تعنت تركي يقابله تطمينات غربية حول طلب انضمام السويد وفلندا الى حلف شمال الاطلسي في حين تلوح انقرة بطلبات في مناطق نفوذها بسوريا الرئيس التركي رجل طيب اردوغان طلب من الحلف انشاء منطقة امنة في الشمال السورية وحماية حدود بلاده العضو الرئيسي في الناتو بدلا من دعم طلب فلندا والسويد للانضمام اليه في حين يرى بعضهم انها ابرز المطالب التركية العلنية حتى الان لامكانية التفاوض حول الموافقة على انضمام البلدين الى جانب التخلي عن العقوبات الاقتصادية الغربية على تركيا الرئيس التركي اكد ان بلاده اكملت الجزء الاهم من المنطقة الامنة التي تخطط لانشائها على طول حدودها مع سوريا والعمل مستمر على تأمين ما تبقى من مناطق اخرى في حين ينتظر من الحلفاء في الحلف تفهم حساسية تركيا المتعلقة بالامن المطالب التركية القديمة الجديدة تأتي بالتزامن مع تحركات تركية واضحة لطي ملفات ثقال عليها كما تقول هي ذاتها وامام هذه المطالب ينظر الجميع الى واشنطن صاحبة الكلمة الفصل لكونها هي من ترعى وتسيطر على مناطق في شمال وشرقي سوريا فهل ستلبي اميركا لانقرى ما تريده ام انها ستبقى في دوامة الاخذ والرد كما جرى قبل سنوات وهذا ان حصل فيعني مماطلة على الجانب الاخر اي توسع الناتو معنا حول هذا الموضوع دكتور سمير صالحة استاذ في العلاقات الدولية مباشرة من اسطنبول ومعنا محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري من غازي عنتاب ابدأ من اسطنبول مع دكتور سمير دكتور سمير من كان يصدق ان ورقة المنطقة الامنة تعود على طاولة المحفل الدولي ان صح التعبير مقابل امن المواطنين في سويد وفنلندا هل هي مطالب تركية جادة ام انها ورقة للتفاوض فعلا مساء الخير الجميع اولا كيف وصلنا الى طرح المنطقة الامنة بالنسبة لتركيا على الاقل انقرة ربطت بين موضوع دعم بعض العواصم الغربية لمجموعات تتهمها هي بيئة الارهاب وتريد من الغرب ان يقف الى جانبها في هذه المواقف والطروحات اللائحة التي تقدمها تركيا وتكررها دائما هي نعم مجموعات حزب العمال الكردستاني الى جانب مجموعات قصد ومسد ووحدات الحماية في شرق الفراد الى جانب جماعات الكيان الموازي المحسوبة على فتح الله جولان المتهمة بالمحاولة الانقلابية قبل سنوات في تركيا اذا هذه النقطة عندما طرحت تركيا موضوع الوقوف الى جانبها في دعم مواجهة التنظيمات الارهابية طرحت فكرة المنطقة الامنة وان يتحرك العواصم الغربية للوقوف الى جانبها في تفعيل هذه المسألة حماية حدودها نقطة امنية مهمة طالما اننا نتحدث عن الامن المشترك بالنسبة لحلف شمال الاطسي نقطة ثانية ان يتم عملية ربط شمال شرق سوريا بشمال الغد سوريا في منطقة امنية واحدة على طول الحدود التركية السورية ونقطة ثالثة عدم موصلة هذه النقطة ربط المنطقتين هل يمكن مثلا كيف سيتم الربط هناك منطقة فاصلة عين العرب كوباني موجودة هل تلوح تركيا بانها ستقوم بعملية عسكرية من اجل الوصل بين المنطقتين ام ان الناتو والولايات المتحدة الامريكية سيقدمون هذا الثمن للرئيس التركي اذا مسألة انضمام فنلندا وسويد حتى الان كما يبدو انقرة تعول على الجزء الثاني من السؤال الذي تطرحينه يعني ان تتدخل الولايات المتحدة الامريكية بشكل مباشر لدى حليفها الكرد المحلي في سوريا باتجاه فتح الطريق عمام انشاء وتفعيل هذه المنطقة الامنة على طول الحدود هذا مطلب الان اساسي بالنسبة لتركيا لذلك هي ربطات بين موضوع السويد وفنلندا موضوع الحرب على التنظيمات الارهابية وموضوع اقامة المنطقة الامنة امنها القومي في المناطق الحدودية المشتركة مع سوريا والنقطة الرابعة باختصار تذكير واشنطن التي بدأت تتحدث في الاسابيع الاخيرة عن تقديم المزيد من الدعم لمجموعات قساد في اطار خطة الاستثمارات في هذه البقعة الجغرافية تذكير واشنطن لأن الأولمية ينبغي أن تكون للأمن القومي التركي وليس لإحياء والإنعاش هذه المجموعات في منطقات شرق الفرد طيب إذن ظروف مواتية جميعها أدت إلى هذه المطالب التركية من الرئيس التركي تحديدا مسألة المنطقة الآمنة أشار إليها ضيفي دكتور سمير صالحة سيد محمد بالحديث عن المنطقة الآمنة الذي لم يكن حديثا جديدا هو حديث منذ عام 2013 اليوم في عام 2022 إزاء التغييرات التي حدثت على الأرض الجغرافية في شمال سوريا ما هي حدود هذه المنطقة التي يمكن أن يحصل عليها الأتراك ما هي هذه المنطقة التي يريدها الرئيس التركي من أين إلى أين كيف تمتد في البداية مساء الخير لك أستاذة ولضيفك الكريم أهلا أستاذ المشاهدين يعني كما تفضلت هو طرح قديم حقيقة لكن سأجيب على سؤالك لكن ابتداء سوف أذهب إلى مدى واقعيته الآن في الظروف الحالية أنا أعتقد أنه هو كما تفضلت قبل قليل في السؤال هو ملف تفاوضي إلى جانب ملفات أخرى ربما يتقدم عليه مطالب أخرى تطلبها تركيا من السويد تحديدا ثم من فنلندا ثم من الولايات المتحدة يعني هناك تتقدم مطالب عدم دعم وحدات الحماية الكردية قبل هذا الموضوع وأعتقد أن هذا الموضوع الآن يضاف إلى مجموعة من المطالب ولكنه قد يكون الأول ملفات سقوطا في حال تم التفاوض بين الطرفين لأنه لا يوجد مطالبة قوية به ولا توجد هناك ظروف مواتية إذا كنا نتحدث عن منطقة آمنة حقيقة بمعنى تنفيذ حظر جوي ينفذه الناتو الآن لا توجد ظروف لا عسكرية ولا سياسية مواتية في هذا الموضوع سيد محمد أنت تشير إلى نقطة مهمة إذا ما تم الاتفاق بين سويد وفنلندا وتركيا سيسقط هذا المطلب هكذا تقول نعم أنا أتوقع ذلك أنه هو أحد المطالب التفاوضية الذي ممكن أن يسقط بمعنى أنه وجود منطقة آمنة محمية من حلف الناتو لكن منطقة آمنة نسبيا كما الآن يتم تعريفها اليوم يتم إعادة تعريف المنطقة وسألت عن الحدود الحدود هي منطقة النفوذ التركي وهنا عندما سألت عن الحدود نقطة تفاوضية أخرى هو هل يمكن أن تسمح الولايات المتحدة وتغض الطرف أو تغض النظر عن عملية تركية لتوسيع مناطق النفوذ التركية أعتقد نعم هذا بنت تفاوضي يمكن أن يدخل ضمن لعبة التفاوض الموجودة الآن مثل ما حدث في 2019 عندما انسحب ترامب وغض النظر عن العملية التركية التي تمت في عملية نبع السلام في ذلك الوقت أعتقد أن يمكن أن يتم غض النظر الآن عن عملية تركية جديدة وتوسيع مناطق النفوذ التركي وهذه المناطق ربما تحظى بقليل من الدعم الأمريكي أو على الأقل ضغوطات أمريكية على قوات سوريا ديمقراطية لعدم استهدافة لكن قضية أن تكون هناك منطقة آمنة بمعنى الحظر الجوي أنا أستبعد هذا الموضوع سيد محمد قبل الانتقال إلى هذه المادة التي تتحدث عن مسألة طرح المنطقة الآمنة بالتفصيل لكن أريد منك إجابة هذه الظروف أيضا تنسجم أو تتوازى مع مطالب داخلية تركية بإعادة اللاجئين إلى أراضيهم في شمال سوريا وقبل مسألة فنلندا والسويت كان هناك فعلا طرح من قبل الحكومة التركية إلى مسألة منطقة آمنة بالتالي هذا ألا يشير فعلا إلى جدية الأتراك في تحقيق أو في تكريس هذه المنطقة الآمنة في الفترة المقبلة يعني رغم ما أشرت إلي منها يمكن أن تكون تقوم بالتأكيد الأتراك صحيح يعني أعتقد أن تركيا جادة تماما وهي طرحت هذا الموضوع كما أشرتهم في التقرير منذ العام 2013 وهي جادة تماما لكن هل حلف الناتو جاهز؟ أنا أعتقد أن تركيا اليوم وأساس الأتراك عيون ويقرؤون الموقف والموقف موقف الناتو موقف الولايات المتحدة لا يسمح حاليا بتوقعي بالذهاب اتجاه حظر جوي لكن هناك نقطة أنت ذكرت أن أسألت عن موضوع الموقف التركي تركيا الآن تعيد تعريف مدى الأمان تعتبر أن هذه المناطق أصبحت آمنة نسبيا أقل خطورة مما سبق وهي بالفعل نوعا ما أقل خطورة حتى الآمنة حقوطة ليست آمنة بمعنى الأمان مسألة هل حلف الناتو جاهز لتحقيق هذا المطلب تركي سأسأل أولي الدكتور سامير صالحة لكن قبل ذلك ظهر اسم المنطقة الآمنة لأول مرة على لسان الرئيس التركي عام 2013 لكن ما هي المنطقة الآمنة وما تفاصيلها؟ نتابع هذه المادة في تقرير عبدالقادر الضوحي المنطقة الآمنة طرح الاسم لأول مرة في أيار مايو عام 2013 خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الأميركية واشنطن لكنها لم تحظى بأي دعم دولي أوضحت أنقرة أن المقترح هدفه حماية المدنيين الفارين من النزاع السوري وتوفير ملاذ آمن للاجئين من خلال منطقة آمنة لا منطقة عسكرية عازلة مساحة المنطقة الآمنة منذ العام 2013 كانت تركيا تطمح إلى إنشاء المنطقة الآمنة على طول حدودها مع سوريا وبقيت تطالب حلفاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بمساعدتها لإنشاء تلك المنطقة فكرة إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال عادت من جديد إلى الساحة مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض آنذاك بعد أن تجنبتها الولايات المتحدة لمدة ستة أعوام حددت أنقرة امتدادها بأربع مائة وستين كيلومترا وبعمق اثنتين وثلاثين كيلومترا على طول الحدود السورية التركية على أن تضم مدنا وبلدات تتبع ثلاث محافظات سورية هي حلب والرقاء والحسكة لم تلقى أنقرة أي تجاوب دولي في مخططها لإنشاء المنطقة فتحركت منفردة وسيطرت على مناطق في ريف حلب عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون والتي مكنتها من طرد تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية واصلت أنقرة مساعيها لفرض مناطق آمنة في سوريا وأطلقت في تشرين الأول عام 2019 عملية نبع السلام التي سيطرت من خلالها على رأس العين وتل أبيض وطردت قسد من المنطقة وهنا برز اسم منطقة عازلة أو أمنية لم تتوقف أنقرة عن مطالبها بإيجاد منطقة آمنة في الشمال السوري وكان آخر مرة طلب الأمر علانية في تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالب حلف شمال الأطلسي بدعم إنشاء منطقة آمنة في سوريا بدلا من دعم دخول السويد وفنلندا إلى الحلف نعود مجددا دكتور سمير أمس قال بلينكين بأن سقف المطالب التركية سينخفض مع الوقت ضيفي سأل قبل قليل هل الناتو جاهز والولايات المتحدة الأمريكية جاهزون لتحقيق هذا المطلب التركي وأنا أريد أن أسأل ما هو الرد المتوقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا هذا المطلب ومقابل ماذا ستسكت عنه أنقرة يعني إن كنت تتحدثين عن المنطقة الآمنة أتحدث عنها أظن التركيز هو على ضرورة الفصل بين موضوع المنطقة العازلة والمنطقة الآمنة الآن التوصيف التركي المعتمد هو المنطقة الآمنة بشقين ما المقصود بالمنطقة آمنة أولا حماية الأمد القوبية التركي في المناطق الحدودية المشتركة مع سوريا من الهجمات والعمليات الإرهابية والشق الأهم الآن بالنسبة لتركيا هو بناء هذه المنطقة التي تسهل عودة اللاجئ السوري من الأراضي التركية بإتجاه الأراضي السورية لذلك الطرح التركي الآن برأيه في حقيقة مقنعة بالنسبة للجانب التركي على الأقل وضرورة أن يقبل جانبها الغرب في هذا الطرح الجديد لماذا؟ لأنه الآن يناقش في الداخل التركي على المستوى السياسي الانتخابي كما تعرفين بعد عام سيكون هناك انتخابات ومسألة للجوء الآن في قلب كل هذه النقاشات إقامة المنطقة الآمنة بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية تحمل معها أكثر من فرصة سياسية تحديدا لها لذلك الآن هذه الضغطات وهذا التشدد من قبل أنقرة إذن أنت تشير إلى تغير صيغة المنطقة الآمنة التي كانت مطلوبة في عام 2013 يبدو أن المطالب التركية اليوم وصيغة اليوم مختلفة دكتور سمير صالحة أستاذ في العلاقات الدولية كنت معنا من أسطنبول ستبقى معنا في المحور الأخير على أي حال أشكر ضيفي الباحث في مركز الحوار السوري محمد سالم كان معنا من غزة